السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم معاكم وانت سعيد ناصر خبيص الوركس المعتمد وفيديو ده هنوضح ازاي تصدب كي شوت تمانية نسخة البروفيشنال بعد تنزيل الملفات هتلاقي الملفات معك بالشك دوت هتبدأ تتبس على سيت اوب عادي ملف ال اي اي اكس دوت دول كليك بشكل عادي يفضل طبعا تقفل بالنت وانتجر ايضا سيفتح معاك السيت اوب دوس ناكست واي اجري وانستلول فور جاست مي او فور انيوان نيوززز كمبيوتور زي ما تحب اختار بخيار رقم واحد وادوس انستور هيبدأ يسطر الملفات عادي زي اي برنامية ما فيش اي مشاكل ناكست ناكست ما فيش جديد هو بس ازاي نعمل البرنامج ده نخلي كامل لانطريق الكريك بتاعه الملف هتلاوه على كاد اكسبرت هياخد بقى طبعا تسطيب على ما يفنش الملفات بتاعه عادي سي ندوز جوز على ما يخلص اولا كده خلص التسطيبه يعني مش هخليها من رن على طول اشيل العلامة في الرن دي وادوس فنش هنشوف ازاي نخلي البرنامج كامل ببساطة كده هتيجي على ملف مضبوط اسمه كيشوت وتعمل كليك يمين واكستراكت اير واكتب الباسورد واحد اتنين تانيته هيفتح معاك تخش على الفولدر ده بس قبل ما تعمل اقفل عشان ما يعملش اي مشاكل او الانتفيروس بتاعك جاكايل اه تخد الملفين دول كوبي وخش اقفل عشان ثمانية اه فولدر بن واعمل بس هنا دوس ريبليس تمام جرب كده تدوس على البرنامج ايكون امتعت البرنامج عشان نشوف اشتغل معنا اه هنا انا عندي بعض ستنج وبعد اللايبري موجودة في كيشوت 7 فهو بيسألني لو اعيز اخدها ولا لا طيب ماشي انا اقوله اوكي عشان اياخد الستنج ده اه بان عندي كان في شوية ماتيريالز وانفيرومنتز ضيفهم فبدال ما اعد انقلهم مع تاني وهو هيخد هيبدأ يفتح بقى البرنامج معيك كده مفيش اي مشاكل البرنامج فاتح هادي وتبدأ تشتغل طبعا كل سنة او كل فترة بيبقى النسخة بتبقى افضل في الاضاءة يعني بتاعة بتبقى اعلى من النسخة اللي قابليها بموجود اقل تمام اه طيب انا هو كده بسيت كده على اخد تقريبا من بتاعتي القديمة والخمات خمات بتزيد طبعا كده احنا عرفنا ازاي نسطب البرنامج ونخليه كامل او نسخة كي شوت برو ودوست اباوت هتلاقيها ايه اه مفيش اي حاجة ما فيش اي مشكلة مهم وكده بقى الفيديو بتاعنا انتهى ونتقابل بإذن الله في شرحات اخرى كان معاكم معادي ساعة الوصر